كما مشاهدين في آخر فقراتنا لهذا اليوم في سياق مشاريعها التجميلية أطلقت بلدية البيرة مشروع تجميل المدينة سعيا وراء إظهار وجهها المشرق ورمزيتها التاريخية والحضارية أيضا فهي مدينة يعود تاريخها إلى العصر الحجري النحاسي ومرت بالعصور البرونزية والحديدية والبابلية والفارسية ثم طبعا العصور الكلاسيكية بما فيها الرومانية والبيزنطية ثم الفترة الإسلامية المؤكرة أكيد وصولا للفترة الصليبية التي كانت خلالها 21 قرية تابعة لناحية القدس نصدف معنا أكيد المهندس منيف قتيش عضو مجلس بلدي قتيش؟ طريش طريش عفوا طريش عضو مجلس بلدي لإلقاء الضوء أكثر على هذه المبادرة الجميلة يسعد صباحك يسعد صباحك ويسعد صباح المشاهدين الكرام نعم خلينا بالبداية نحكي عن أسباب إطلاق هذه المبادرة أو هذا المشروع والهدف منه يعني حقيقة كان في الفترة الأخيرة كان حوار على وسائل التواصل الاجتماعي مخصوص موضوع النفايات الصلبة في المدينة ومعتقد كمان أنتم صدفتم حدا في هذا الموضوع وتحرك الموضوع وأصبح في حوار شامل فالبلدية حقيقة أخذت هذا الأمر على محمل الجد واستعانت بكافة الناس المعنيين بهذا الأمر من أجل وضع خطة شاملة بهدف مش فقط أنه يمشي نزمالها من الأراضي لكن هي عبارة عن خطة شاملة تسعى لتنظيف وتجميل المدينة من كل المعيقات التي تعيق سواء المشاء أو المارة وأيضا للمحافظة على البيئة وتجميل المدينة والمشهد الجمالي في المدينة نعم أي مشروع جديد يجب أن تسبق حملات توعبية للناس أيضا لتقطية الطرق الاقتصادية وكيفية الاهتمام بهذه الطرق وكيف علينا أن ندعم كجمهور هذه البلدية للمحافظة أيضا والمشاركة في احتضان المشاريع الجديدة حقيقة يمكن أكبر شريك إلا في هذا المشروع هو مواطنين مدينة البيرن متعاونين المواطنين هم الدعم الأساسي لأي مبادرة خدماتية في المدينة إذا كان في تعاون ما بين المواطنين وبين البلدية فأنا أعتقد أنه إحنا قطعنا أكثر من نص الطريق بقية الموضوع سيكون مربوط في قضية المؤسسات المجتمع المدني وأنا سعيد جدا حقيقة أنه قناة الفلسطينية اليوم أثارت هذا الموضوع وصدفتني في هذا المرنامج من أجل إلقاء الدوق على هذا الموضوع وأيضا إيصال هذه الرسالة لكافة شرائح المجتمع الفلسطيني إذا إحنا وصلنا لهذا الموضوع وتحديدا للمواطنين إحنا بنبدأ من المدارس حقيقة نعمل حملات توعية في المدارس حتى إحنا رب جيل جديد يكون على وعي تام واهتمام كامل بموضوع البيئة والمحفظ عليها نعم خلينا نحكي عن المدة التي سيستغرقها تنفيذ هذا المشروع يعني هو المشروع سيكون على طول الوقت حقيقة إحنا مش راحين نعمل مشروع لمدة أسبوع لأنه سبب أحد أسباب فشل بعض المشاريع هي عدم استدامتها لكن إحنا حقيقة بنسعى لعمل مشروع مستدام بحيث أنه يعني أولا نكون بالعمل وتخلق وعي عند الناس ونردع الناس من ارتكام المخالفات الموجودة يعني اليوم إحنا رفعين نظام للنفايات الصلبة تم رفعه من كمال ملدية الميرا وملدية رمالله من أجل وضع عقوبات رادع أيضا على كل من يخالف في إلقاء النفايات في الأراضي أو أنه يحط النفايات على الشوارع وعلى الأنصفة نتمنى أن يتم المصادقة على هذا النظام في القريب العاجل حتى تستطيع البلدية اتخاذ خطوات رادعة في حق المخالفين لكن كمان زي ما قلت إحنا في البداية رحين نكون مواجبنا كمؤسسة خدماتية مطلوب بنا أن نكون بتنظيف المدينة رحين نبدأ بهذه الحملة بأحياء مختلفة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني بالتعاون مع مواطنين مدينة الميرا نأمل في أن هذه الحملة تنجح وحتى نكون في عملية مراقبة وتقييم لهذه المشروع حتى تصبح ضمط حياة في كل الأنحاء المدينة تبدأنا أن نتحدث في بداية كل مبادرة أو مشروع جديد تمر المبادرات في عراقيل معينة هل وضعت البلدية خطط لمواجهة هذه العراقيل وتخطيها؟ أي شيء جديد حقيقة بيكون في صعوبات لكن من ردود الفعل الأعمالنا منشوفها من الجمهور فيما يختص بتشجيعنا على القيام بحملة من هذا النوع وجدنا أنه في تجاوب الحملة سيكون لها عدة مراحل زي ما اتفقنا في الأول أنه سيكون أول عملية التنظيف وهذا واجب البلدية والطواكم البلدية فإحنا سنكون في هذا العملية سنشجر المناطق التي يحاجر التشجيل حتى تزيد من جمال المدينة أيضا هذا البلدية ستكون فيه عملية التوعية من خلال وسائل الإعلام من خلال وسائل التواصل الاجتماعي من خلال إلقاء محاضرات في المدارس بالزيادة الوعي القضية الأخرى المفروضة لتعاون الجمهور سيكون فيها واضح هي قضية مدى التزام الجمهور بالحفاظ نعم هنا نحكي قبل ما تكمل سيد المهندس هنا نحكي أنه لكل مواطن واجبات وحقوقه وعشان يحصل على حقوقه يجب أن يقوم به واجباته عفوا بواجباته والالتزامات العليه شو هي الالتزامات المفروضة من المواطن في هذه المدينة لحتى يحصل على حقوقه نحن نطلب من كل عائلة أنها تقطع شيك الواحد في اليوم من مصروفها اليوم يعني ثمن سيجارة تحطها في حصالة لكي في نهاية السنة تدفع الرسم المطلوب منها لرسوم النفايات فقط شيك الواحد هي عبارة عن ثمن سيجارة أقل من ثمن سيجارة أنه محطوها في حصالة حتى في نهاية السنة يكون في عندهم المبلغ الذي المطلوب منهم لدفع الرسوم المطلوبة منهم لجمع النفايات وللمحافظة على البيئة وعلى صحة أطفالهم وأطفالنا شو رأيك بالفيديو اللي انتشر من قبل النشر البيئي صخر عزت فيما يتعلق بالنظافة ونظافة الشوارع وفي المدينة أخت الكريمة حقيقة شاكرين للأخ صخر على ما كان به من نشر المعلومات وحقيقة أنه كانت الشرارة التي أطلقها التي جعلت من هذا التواصل من هذا الحراك المجتمعي في هذا الموضوع بلدية البيرة أعتقد أنها ترحب دائما بأي وجهة نظر وأي مبادرة لطرح مواضيع من هذا النوع نحن مؤسسة خدماتية معلوماتنا تصلنا من الجمهور ومن موظفيننا ومن مؤسسات المجتمع المدني وبالتالي أي مبادرة يطرحها أي فرد مدام هي في نطاق النقد الإيجابي وفي مجال المصلح العام وتحسين الخدمات نحن نرحب فيها لكن في نفس الوقت ما بدنا أن نعطي انطباع وكأن المدينة هي عبارة عن كومة نفايات لا شك أنه كان في تقصير في بعض المواقع نحن الآن بحاجة إلى حصر هذه المواقع ومعالجتها مثل الحفريات على الطريق وغيرها من الأزمات هذه أيضا من القضايا التي نحاول أن نعالجها قضية وضع الطمم على الشوارع قضية وضع البضائع على الأرصفة يعني أنت تروح على المنطقة الصراعية وتشوف المصائم أنه كل العدة وكل الألمنيوم والحديد والخشب واللي مش عارف إيش محطوطة على الرصيف إحنا هذه زي ما قلنا هي حملة شاملة تسعى إلى أنه نخلي الرصيف يبقى للمواطن يكون الرصيف نظيف من الأوساخ ومن البضائع الشارع يكون نظيف أيضا الأراضي المحيطة بالشوارع تكون نظيفة القضاء على العشوائيات وفي نفس الوقت نوفر للناس الوسائل اللي تجعلهم منهم يجاوبوا مع هذه المبادرة بمعنى اليوم إحنا ملدية البيرة ومن خلال مجلس الخدمات المشترك قامت بتوزيع حاويات في معظم المدينة إحنا كمان على استعداد أنه ننبّي طلبات الجمهور في أنه يتعلق بالحاويات وجمع الحاويات والتنظيف الأوساخ حواليا للحاويات كل هذه المبادرات حقيقة يعني ماشيين فيها من السابق وإن شاء الله راحين نستمر فيها مع تكثيف لهذه الحملة بزيادة الوعي لدى المبادرة يعني هذه المبادرة تشمل العديد من المجالات التي يجب أن ينشغل عليها من قبل البلدية من شركاء البلدية في هذه المبادرة؟ كمان مرة الشركاء الأساسيين هو الشريك الأساسي هو مواطننا الفلسطيني مؤسسات المجتمع المدني وسائل الإعلام المرئي والمسموع وسائل التواصل الاجتماعي وأيضا يعني العمل التطوعي كمان نحن ناسين أنه كان يعني الفلسطيني كانت غنية في عملية العمل التطوعية فإحنا الآن في كثير من المؤسسات الشبابية والنسائية عمالها تتواصل مع البلدية من أجل القيام بمثل هذه المبادرات نعم خليحكي ليش منحس أنه مرات صح التوعية في المدارس لطلاب المدارس بأهمية الحفاظ على البيئة إشي كثير مهم وهم الجيل الصاعد هم اللي رح يكونوا يعني حملت هذه الرأي في المستقبل نعم ولكن منلاحظ مع أنه إحنا منعطي هذه الحملات التوعية لطلاب المدارس ولكن بالآخر الطالب قدوته هو أهله فبالتالي إذا كانت الأهل مش عم بتحافظ على النظافة وإذا كانت الأم بتقول لها ابنها هزيت لزبالة هون أي محل جنب لزبالة إذا ما تقطها عادي فبالتالي حتى لو هو تعلم التوعية إذا شاف أمه عم تعملها أو أبوه عم برمي السجارة من الشباب فبالتالي هو رح يقتضي بأهله مش رح يفهم أنه عم بتحكي المدرسة هو صح يعني حملة التوعية المفروض أن تشمل الجميع حقيقة الآن فيما يتعلق في الطالب أنا أعتقد اللي بتفضلتي فيه صحيح هو يقتضي بتصرفات الأسرة لكن إذا إحنا مدينا بالطالب في المدرسة وإذا وضعنا أيضا عقوبات رادعة بحق الكبار في أنهم ما يعملوش هذا الحكي فأنا أعتقد كمان هذا الحكي مطلوب أنا أعتقد أنه إحدى أسماب يعني الانتشار العشوائيات والإلقاء الطمام والنفايات في الأراضي هي حقيقة عدم وجود رادع كافي صحيح لدى المحاكم وسرعة التواصل يعني واحد التمسكي يعماله بكبت طمام حتى توصل لتروح مشكة في النيابة وتروح على المحكمة وكذا ولكن صحبة الإدرافات نحن نتمنى أنه يصير في الجهاز القضائي في الجهاز التنفيذي وسائل أنجع من أجل يعني محاربة هذه ونتمنى أنه القانون والنظام الجديد اللي إحنا بصدد المصادقة عليه واللي هو موجود الآن أمام وزارة الحكم المحلي من أجل المصادقة عليه أنه يكون فيه عقومات راضعة الغرامات يكون عالية حتى المواطن حقيقة أنه يرتد نعم هو للأسف هذا المنفذ الوحيد للحد من هذه العشوائيات دعونا نحكي هل هناك في المستقبل سيكون شراكة بين البلديات مثل بلدية رمالة وبتونيا لتوسيح هذه المبادرة أنا أعتقد أنه كما تعرف أنا أيضا بالإضافة أنه أعضو مجلس بلدية البيرة أنا رئيس المجلس الخدمات المشترك للنفاة الصلبة في محاوطة رمالة والبيرة والتي تخدم حوالي سبعين هيئة محلية في محافظة رمالة والبيرة أنا أعتقد أنه من خلال علاقتنا ومن خلال وجودي في هذين الموقعين أستطيع أنه نعمل تشبيك ونعمل توسيع لهذه التجربة في كافة الهيئات المحلية في محافظة رمالة والبيرة نعم سيادة المهندس منيفة ريش عضو مجلس بلدي في بلدية البيرة منشكرك على هذا اللقاء شكرا لكم ننتقل لمشاهدينا لفاصل بعدها نحنكون مع فقرة لوج إن ابقوا معنا محافظة رمالة والبيرة محافظة رمالة والبيرة